واحد من الاتاريين في شركة تيو بي سوفت اسمه فالب ترامبلي ومنصبه مدير الاشتراكات الانلاين اللي هو ممكن نقول القسم مسؤول عن اضارة تيو بي سوفت بلاس واللي هي خدمة الخاصة بيهم اللي زي الجيم باس على سبيل المثال كان فيه مقابلة معه منشوره على موقع جيمينج اندستري ومن خلالها كان بيتكلم عن الخدمة اللي هو بيديرها في الشركة وتصرحاته كانت عادية جدا في جزء كبير من المقابلة دي لحد لما فيه نقطة معينة لفتت انظار ناس كتير جدا تخص التوسع بتاع خدمات الاشتراك في صناعة الالعاب ويكون فيه اقبال عليها زي وسائل تانية للوصول للالعاب زي انك انت تشتريها سواء بشكل رقمي او فيزيكال وهو قال ان نمو الخدمات دي يعتبر حاليا بطيق شوية وعشان تكون هي التوجه السائد لابد ان الناس يتخلوا عن رغبتهم في امتلاك الالعاب اللي بيلعبوها ونتحول لحاجة اقرب للي موجود حاليا في مجال السينما او الموسيقى ان الناس يتجوا اكتر لمنصات بس زي مثلا نتفلكس او وده بدلا من امتلاك الدي فيدي او بلوري او الالبومات الموسيقية بالفورمات المختلفة لتقصها فالكلام بتاعه ما كانش عن خطتهم لحاجة زي دي انه مفروض انهم بيأسعوا ليها انما هو بيتكلم عن حالة معينة لو حصلت الخدمات بتاعة الاشتراكات هي لا تكون التوجه السائد في صناعة الالعاب شخصيا انا ما عنديش اي مشكلة مع فكرة خدمات الاشتراكات اللي زي انا بقالي كم سنة في العاب كتير جدا بتكلم عنها سواء في مراجعات او في فيديوهات افضل الالعاب السنة بتكون تجربتي الالعاب اللي بتكلم عنها من خلال الخدمة دي وانا عشان كده شايف ان الخدمة دي ليها فوايد في حالات كتيرة جدا ولكن ما ينفعش تكون هي او اي خدمة تانية زيها هي التوجه السائد في الصناعة دي ولازم تكون هي من ضمن اختيارات متاحة للناس عشان يقدروا يلعبوا اي تجارب هم مهتمين بها فالنقطة اللي انا عاوز اتكلم عنها في الفيديو ده هو الافتراض لحالة انك انت يكون عندك التوجه السائد لتوفير الالعاب في صناعة الالعاب هو خدمات الاشتراكات تحديدا ويمكن احنا قدامنا بعض المعطيات مثلا زي الاستحوازات اللي بتحصل ودخول اكتر من شركة في المجال ده بتقول لنا النقاب في شركات شايفين ان مستقبلهم هو مع الخدمات اللي زي دي وان هما يعملوا حاجة تكون زي نتفلكس بس للفيديو جيمز والنقاص حوالين الموضوع ده هيودينا لحاجة ممكن تكون بديهية بس في ناس كتير بيتفاجئوا بيها لحد دلوقتي وهي حاجة مهمة جدا بدأ الناس يتكلموا عنها من بعد ظهور منصة زي ستين والصعود الكبير جدا لتوزيع الالعاب وبعها بشكل رقمي ومع سنة 2013 تحديدا النقاص على الموضوع ده كان اكتر واعلى وقت اعلان مايكروسوفت عن الاكس بوكس وان وسياستها ضد الالعاب المستعملة واستغلالت سوني للموضوع ده عشان توجه ضربة تقيلة لمايكروسوفت في ألبم مؤتمر اي سري 2013 بانها تعمل العكس وبعدين تراجعت مايكروسوفت عن السياسة ديات ساعتا الناس ادركوا ان في حقيقة وهي ان قانونا محدش بيملك اي حاجة رقمية ايوة مكتبة الالعاب اللي عند اي حد فينا على حسابات مثلا زي ستيم او سوني او اكس بوكس او ايا كان احنا مش بنملك الالعاب دي اللي موجود في الحسابات دي هي رخص مدفوعة لتشغيل الالعاب بشكل رقمي على حسابتنا وفي حالات كتير جدا من الممكن الرخص دي تتسحب مننا فالحالة الوحيدة لملكية فعلية لاي لعبة انك انت تكون معاك نسخة مادية او فيزيكال منها فده الواقع اللي ممكن بقى لنا عشرين سنة بتشوفه في صنات الالعاب من ناحية ملكية اي لعبة التوجه الرقمي اي نعم هو اختياري بس هو بقى التوجه السائد في الوقت الحالي وفي بعض الالعاب ما عدتش بتنزل الا بشكل رقمي وهو توجه ليه مميزاته وبيسهل على الناس حاجات كتير بس برضو ليه عيوبه والعيوب دي من ممكن انها تتفاقم اكتر لو الاشتراكات هي اللي بقت التوجه السائد من ناحية ايه بقى من ناحية حاجة بنسميها فيديو جيمز او امكانية انك انت تكتشف فيديو جيمز اكتر او امكانية ان الفيديو جيمز الجديدة تكون ظهرة قدامك على اي شبكة انت بتستخدمها ودي حاجة هوضحها لكم بان انا عاوز ارجع لوارة شوية بالزمن لقبل ظهور التوجه الرقمي جزء كبير جدا من نجاح اي لعبة بشكل تجاري لحد النص الاول من الفينات هو وجود اللعبة دي بشكل كبير على رفوف المحلات الكبيرة زي مثلا بيست باي او وولمارت في الولايات المتحدة والاسف المتاجر دي كانوا بيلعبوا دور كبير في ان بعض الانواع الالعاب بمبيعاتها بتكون ضعيفة ظنا من نوم ان الالعاب دي مش هتبيع فبيفضلوا ان هم يحط بدلها على الارفوف العاب تانية غيرها والناس ما يشوفوش الا الالعاب دي الحالة دي تحديدا لاحظت اكتر من حد تكلم عنها وقت الاعلان عن نهاية حدث اي سري السنة اللي فاتت وكانوا ربطين اهمية وجود الحدث ده قدام الممارسة دي من المتاجر الكبيرة بحيث ان كان فيه ناس بيحضروا الحدث ده او المؤتمرات اللي كانت تعمل من خلاله وبيشوفوا الالعاب الجديدة ويتعرفوا اكتر على الالعاب من الممكن ما يكونش ليه حظ كويس من ناحية الدعاية حتى جوش سير مدير التصميم في وبسيديا انترتامنت وبعض المطورين اللي كانوا بيردوا عليه اتكلموا على تويتر في الفترة اللي فاتت عن الممارسات اللي زي دي وكان هو اشار بشكل كبير ان حاجة زي كده لعبت دور في موت العاب الار بي جي اللي كانت بتطلع في بداية الالفنات وازاي ان العاب الستيديو هات مثلا زي ترويكا جيمز ولعبتهم تيمبل اف المانتل ايفل فشلت تجاريا بسبب ان المتاجر دي كانوا شايفين ان العاب الار بي جي الايسومتريك بقت العاب قديمة وبيفضلوا عليها اي لعبة بجرافيكس حلو او تكون لعبة مينستريم زي مثلا جي تي اي فالفيديو جيمز او امكانية التعرف على فيديو جيمز جديدة في الحالة دي كان بيتم التحكم فيها وتحديدا بيتم اضعافها من ناس معينين لاسباب التجارية والمشكلة ان حاجة زي دي ممكن بعض يفكر ويقول اوكي يبقى ممكن التوزيع الرقمي للالعاب يساعد شوية في حل المشكلة دي ان المسأل دي يكون قدامك متجر رقمي من خلاله تقدر انك انت تشوف كل الالعاب الجديدة اللي نزلة وللأسف على رغم ان مسلا مايكروسوف تفجيل السابع ساعدت في نشر العاب مستقلة مختلفة على شبكة اكس واكس لايف وانستيم كان فاتح على البحر اللي اي مطور ينشر لعبته حتى لو كانت عبارة عن من خلال نظام الجرين لايت بس برضو كانت ضعيفة على المنصات دي ومعاهم برضو بلاي ستيشن نيتورك ومطورين العاب وتحديدا مستقلين فضلوا لحد فترة قريبة لحد سنة الفين وعشرين يتكلموا عن ضعف ظهور الالعاب الجديدة بتاعتهم على وجهة المتاجر الرقمية الخاصة بالشبكات دي والعاب معينة هي بس اللي بتظهر كان الموضوع اشبه بالحالة بتاعت ارفف المتاجر زي بيست باي او ولمرت لكن المشكلة ان الحد فترة قريبة في الفين واحد وعشرين من خلال مدونة نشارع مطور العاب مستقل وهو اسمه كان وضح اللغراتمات اللي بتأثر بشكل كبير على الفيديو جيمز على ستيم من الاخر اي لعبة عشان تظهر للناس على الصفحة الرئيسية او يبان ان لها شعبية كبيرة لازم فيها عوابة لانه حددها بتتوفر فيها بالترتيب وهي ان عدد كبير من الناس بيلعبوها وبيلعبوها لفترة طويلة من الوقت وسانيا ان يكون فيه تحديثات للعبة بشكل مستمر وبعد كده بقى فيه امور تانية زي مثلا تقيمات المستخدمين او الاقتراح على اساس نوعية الالعاب اللي انت بتلعبها فالاولوية بتيجي لشكل معين من الالعاب اللي هو زي الالعاب اللي فالف عايش عليها في الوقت الحالي زي او دوتا حتى فالف في المؤتمرات اللي بيعملوها المطورين كانوا بيعملوا ندويات تشجع على تطوير الشكل ده من الالعاب يعني من الاخر الالجريزم مش بتحاول تقول للناس يلعبوا ايه وبس ده كمان بتحاول تقول للمطورين يعملوا العاب توجهها رايح فين طبعا الانتقادات دي بتحاول فالف انها ترد عليها من حين لاخر واخر فيديو ليهم على الموضوع ده كان في اكتوبر اللي فات وده مع شوية تحديثات للصفحة الرئيسية بتاعت الستيم اللي بتخلي الاقتراحات اللي بتظهر للناس رايحة اكتر لانها تكون مبنية على تجربة مستخدم ودي كانت يعني تعتبر حاجة كويسة ويمكن في مطورين كتير مستقلين بنشوفهم ان هم مع الوقت اكتر واكتر بيفضلوا ان هم ينشروا العابهم على ستيم خصوصا من خلال برنامج اللي هو بيساعدهم بشكل كبير جدا في تمويل المشاريع بتاعتهم لكن احنا عاوزين نرجع نتكلم عن موضوع اشتراكات الالعاب تاني زي الجيم باس مثلا والالعاب التريبل اي تحديدا في وسط الكلام ده كله ونشوف بقى تأثير موضوع الاشتراكات على اكتشاف الالعاب الجديدة او الفيديو جيمز اللي احنا اتكلمنا عنها في التوزيع الرقمي للالعاب وفيه حاجات مهمة جدا لازم نوضحها ونحطها قدامنا لما نتكلم عن الاشتراكات الالعاب اللي بتكون متاحة من خلال الاشتراكات مش متفضل موجودة عليها على طول فيه خانات متاحة من خلال ما كتب الاشتراكات دي يعني المنصة الاكبر وهي فيها قرب الخمسمية لعبة وده تحديدا الاشتراك واكيد طبعا العاب مايكروسوفت هي اللي بتكون موجودة بشكل دايم وليها الاولوية في المكتبة دي وباقي الالعاب بتمر بقى بحالة ملهاش مدة محددة وبتكون واضحة بعض الالعاب بتقعد ست شهور بعضها بتقعد سنة ممكن بعضها يقعد اكتر بس بعد لما الرويتيشن ده بيخلص الالعاب دي بتطلع من الخدمة وما بتكونش موجودة الفكرة واحنا رايحين ناحية بقى امكانية تواجد واكتشاف الالعاب من خلال الخدمة دي ممكن نلاقي حاجة تفكرنا شوية بالمتاجر زي وولمارت وبست باي كانوا بيعملوه في بداية الالفنات وهو ان مايكروسوفت بيشوفوا ايه الالعاب اللي متغورين الطرف التالت عاوزينها تتواجد من خلال الخدمة وبيقيموا وجودها لان عدد الخنات المتاح في الخدمة محدود وده يخلينا بقى نروح للمثال مهم وهي مش عشان نبخرج اللعبة ابدأ اعتراضه على السيناريو ان خدمات الاشتراكات تكون هي المسيطرة انما عشان الاميلات اللي اتنشرت في القضية بين مايكروسوفت واللجنة الفيدرالية التجارية في السنة اللي فاتت واللي كان واضح فيها ان مايكروسوفت رفضوا وجود بالدرس جيت سريع على الجيم باس ووصفوها في الاميلات انها لعبة درجة تانية على خدمة تانية زي جوجل استيديا وبصراحة ومن من منظور تجاري الموضوع ده انا ممكن اتفهمه حتى وانا كنت من اكتر الناس المتحمسين للعبة قبل ما تنزل لان كان مين ممكن يتوقع النجاح التجاري والجماهيري بالشكل ده للعبة ار بي جي كلاسيكية مبنية على دونجون ان دراجونز بكمبات تيرن بيزد حتى لاريان نفسهم ما كانوش متوقعين النجاح ده فمن الاخر مايكروسوفت عاوزين برضو يكسبو وعاوزين الالعاب اللي تكون عندهم تتلعب وتعمل ارقام محددة عشان يعلم الاستثمارات عندهم بس تبدأ للأسف هيدفع الشركة برضو للخوف من المخاطرات اللي زي ومحاولة تسويق العاب امان اكتر واسهل شوية في التسويق على وعلى رغم ان دايما بيقولوا ان غرض عندهم دفع مطورين لانهم يبدعوا ويخطروا بس واضح ان ده يخص الفرق اللي تحت ملكيتهم هم بس وحتى برضو مع وجود مخاطرات او العاب نيش شوية يعني موجهة لجمهور محدد زي بنتمنت بصراحة تسويقهم للعبة دي تحديدا كان ضعيف وبرضو لعبة زي هاي فاي راش كانت محتاجة زخم دعائي واعلاني اكتر ولو حتى بفترة صغيرة قبل نزولها المايكروسوفت عملته مع اللابتين دول تحديدا يمكن مش جديد ومش غريب عندنا مسلا سكوير انكس مع العاب الاستوديوات الغربية بتاعتهم عندنا سوني مع استودي سوني جابان وبعض الالعاب اللي عملوها زي جرافيتي راش عندنا مسلا بسازدة مع العاب كتيرة جدا هم اقدموها برضو في جيل اللي فات فارجوعا للكلام بقى عن مايكروسوفت لو دي بقى الالعاب بتاعتهم هم اللي بيتعاملوا معها بالشكل ده فما بالكم بقى بألعاب استوديوهات طرف تالت عاوزين ان هما ينشروها على الجيم باس او فما بالكم لو عندنا نظام الاشتراكات ده هو الاساس وكل مؤتمد عليه او خلونا ما نروحش بعيد حتى الالعاب اللي بيوافقوا مايكروسوفت على وجودها على الخدمة لمجرب بس انها مرتبطة تصنيفات ليها شعبية بنسبة معينة زي هم مش ميفتكروا الالعاب دي الا الوقت لما بتنزل وتحقق نجاح تجاري على منصة تانية زي ستيم وتبيع اكتر من مليون نسخة ويجي مدير التسويق في الشركة ويقول اه يا جماعة لاب بالوولد الغريبة دي اللي حققت نجاحها لستيم موجودة عندنا على الجيم باس فده دليل على ان فيه مشكلة بالاهتمام بالفيديو جيم ديسكافر بيليتي على منصة نفسها بس برضو مايكروسوفت انا اعتقد انها تكون في الحالة دي ارحم من شركات تانية وبرضو طبيعي ان السياساتهم او سياسات اي شركات تانية تتغير لانهم كلهم شركات غراضهم هو الربح فخلونا نشوف بقى الشركات دي اللي بتقدم خدمات اشتراكات لو حكموا قبضتهم اكتر حوالين ايه نوعية الالعاب اللي الناس هيلعبوها او ايه نوعية الالعاب اللي المطورين يشتغلوا عليها لو المطورين بقى مصدر ربحهم الاساسي هو خدمات زي دي هيكونوا مضطرين ان هما يمشوا على حسب رغبات الشركات الكبيرة بتطوير العاب معينة تقدر تحقق ربح المطور والناشر ودي نفس الدائرة اللي بنشوفها في الوقت الحالي بس هتكون بشكل محكم اكتر وممكن مطورين الالعاب المستقلين هما يكونوا اكتر متضررين من حاجة زي كده في مشاكل اصلا في التوزيع الرقمي للالعاب ممكن تزيد لو الاشتراكات بيتهي الاساس وحطوا قدامكم الاحصائية المهمة دي اللي طلعت من بحس عملوه شبكة المخافزة على البرمجيات في الولايات المتحدة والبحث ده نشروه في يوليو اللي فات تسعين في المية من الالعاب اللي طلعت من بداية صناعة الالعاب لحد سنة الفين وتسعة عبارة عن يعني ما حدش يقدر يوصل لها باي شكل قانوني حتى في صعوبة للوصول اللي هي في بعض الاحيان باشكال غير قانونية صناعة الالعاب كصناعة ترفيهية عند ده ازمة كبيرة جدا في جدية المحافزة على تاريخها وتوفير وصول سهل لاي حد ان هو يعرف يلعب اي لعبة واحنا لو فتحنا في الكلام عن الممارسات بتاعت بعض الشركات في الدعم المسبق مش هنخلص وهنتفرع عن الموضوع تاني كبير جدا ولكن حالة دي ممكن برضو تعلى اكتر لو الاشتراكات هي بقى تتوجه السيد لان زي ما قلنا الالعاب مش بتفضل موجودة على الاشتراكات دي للأبد وممكن تلاقي نفسك لعبت لعبة واحدة وعجبتك واحاوز تلاعب بقى اجزاءها عشان القصة مثلا بس تكتشف ان بقى الاجزاء دي مش موجودة لو هنبص بعيد عن الاشتراكات في مثال وسط اللي بقى التوزيع الرقمي مع ستيم هنلاقي سلسلة زي سلسلة اللي هي مش كل اجزاءها متوفرة على الشبكة دي او ممكن نلاقي بعض الالعاب القديمة نسخة الاصلية منها تم استبدالها بري ماسترز متواضعة او سيئة زي اجزاء جي تي اي القديمة المشكلة ان الموضوع ما يخصش الالعاب القديمة بس انا ممكن اقدلكم مثال ان لو حد عاوز يلعب لعبة اه خلينا نقول سلسلة هيت من الاخيرة بس هو متردد وخايف للعبة ما تعجبهوش بس لقاها موجودة على الجيم باس وقال اوكي يومين وهبتدي العبها وبعد اليومين دول جاي يوم واحد وتلاتين يناير ولقى ان اللعبة خرجت من خدمة طبعا هو عند وسائل تانية ان هو يلعب اللعبة زي ان هو يشتريها اكيد بس لو نتخيل بعد فترة اسعار الالعاب عالية تاني وده واضح ان السوني بتفكر فيه من خلال التساريبات الاخيرة او ان زي ما بنقول من بداية الفيديو ان التوجه الناحية الاشتراكات يكون هو السائد وزي ما بنشوف في الوقت الحالي ان فيه العاب ما عادتش بتنزل بشكل فيزيكل وبتكون رقمية بس بنشوف في المستقبل العاب ما تتوفرش الا على الخدمات اللي زي الجيم باس او بلاي ستيشن اه بلاس وغيرها من الخدمات دي هو ده مش هو مفروض اللي برضو جوجل استيديا كان عاوزين انهم يعملوه من فترة فده للأسف هيكون مستقبل سيء جدا مستقبل العاب كتير فيها تضرر من نواحي مختلفة فانا شخصيا انا بشوف ان الاشتراكات هي اختيار ضروري ان هو يتوفر جنب الوسائل التانية اللي بتتوفر بها الفيديو جيمز ممكن تكون في لعبة جديدة تنزل في ناس كتير يكونوا واصقين فيها او عارفين انها تعجبهم او ممكن تكون من نوع هم متعودين عليه زي على سبيل المثال ومعندهمش مشكلة ان هم يشتروا اللعبة سوابها بسعر كامل او في تخفضات او حاجة زي كده لكن جنبهم في ناس عندهم فضول يجربوا الالعاب دي بس موكي يكون فيه تخوف من تجربتها وعاوزين وسيلة ما تكلفهمش كتير عشان يلعبوا الالعاب دي وياما مؤخرا شفت ناس يتعرفوا على الالعاب ستيديو زي اركين من خلال الجيم باس وهنا الاشتراكات دي بيكون ليها دور كويس والموضوع بيخدم تنوع الازوائر موجود في الاخر وبرضو في حاجة ممكن تكون مهمة جدا مش كل المطورين ممكن يشوفوا الاشتراكات عبارة عن بزنس موديل مربح ليهم ومطورين كتير تكلموا مؤخرا عن حالات مختلفة بخصوص ربحية حاجة زي كده بالنسبة لهم فيه اللي شايفين ان الموضوع ممتاز وفيه اللي شايف ان عشان يغطي تكاليفه هو صعب ان يوفر لعبته من او اليوم على خدمات الاشتراكات لان مش كل الالعاب بتتطور بنفس الطريقة مش كل الالعاب لها نفس الميزانية. يمكن من بعد كل الكلام ده انا مكلاقي نفسي مش متخوف من المستقبل اللي افترضوا موظفيه بيسوفت فالب ترامبلي في المقابلة اللي عملها. لان في ناس كتير عندهم حب اقتناء للاعمال اللي هما بيلعبوها او بيسمعوها او اتفرجوا عليها. حتى في مجالات ترفيهية تانية. في رجوع غريب للفاينلز في مجال الموسيقى. ومؤخرا برضو نسخ بلوراي من افلام زي اوبنهايمر اه ما باعتها كانت عالية جدا. لدرجة ان في ناس قعدوا فترة عشان يلاقوها او انها تتوفر تاني. مؤخرا برضو واحدة من اكبر الالعاب اللي قدموها مايكروسوفت السنة اللي فاتت اللي هي ستارفيلد. على رغم من توفرها من اول يوم للجيم باس. وبرضو ليها قبل ما عاد نزولها بمدته اسبوع. بالسعر كان يعتبر رخيص برضو. الا ان من حيث الارقام على ستيم عدد اللاعبين النشاطين من خلال كان متين تمانية واربعين الف شخص. وبعد نزول اللعبة كان تلتمية وتلاتين الف شخص. فدي ارقام مش بسيطة للعبة متوفرة على خدمة اشتراكات زي الجيم باس. حتى بالوولد اللي موجودة على الجيم باس اللي جبت سريتها من شوية. على ستيم وقت ما انا بكتب السكريبت وصلت لعدد لعبين نشاطين. آآ لقرب التمنمية الف. تحديدا سبعمائة سبعة وتسعين الف. ممكن رقم يزيد وقت ما انتم تتفرجوا على فيديو. وفيه ارقام اعلى لالعاب تانية ما كانتش متوفرة تماما على اي اشتراكات السنة اللي فاتت. وده لو بصينا طبعا للاحصائيات بتاعت ستيم. واعتقد لو الشركات التانية بتوفر الاحصائيات بتاعتها بشكل مفتوح ومباشر زيهم. انا مش هستبعد ان احنا هنشوف ارقام اعلى بكتير بحكم الانتشار الاكبر للكانسلز. فعموما ارجع اقول لكم. انا مش متشائم ناحية الموضوع. وما اعتقدش ان خدمات الاشتراكات انها هتكتسح وتستبدل اي وسائل تانية تتوفر منها العاب. بس لابد حاجة زي كده نناقشها. ونتكلم عنها. لان في الصناعة دي لما بيحصل ان الناس بيناموا وما يكونوش عندهم ردة فعل ومقابل اي حاجة. ممكن يحصل بها الحالة اللي ممكن نسميها تمادي. زي ما حصل مع موضوع الان ف تي. اللي هو يعتبر مات تماما في مجال الالعاب. هو اي نعم مات بسبب الهبوط في السوق العملات الرقمية. بس قبل ما الموضوع يعني يموت تماما. في شركات ما حاولتش انها تدخل المجال ده بسبب الهالة السلبية اللي موجودة حواليه. او ممكن نقول ان توجه الشركات ناحية الالعاب الانلاين والخدمية ما حصلش اكتساح ليه خالص. زي ما كان ناس خايفين بقى وبيتناقش عن الموضوع في سنة الفين وسبعتاشر والفين وتمنتاشر. وبنلاقي ان غلبية الالعاب اللي عليها ضجة اعلامية وبتتلاعب كتير مؤخرا هي العاب فردية وقصصية ومحاولات كتير جدا لتقديم العاب خدمية تانية بتفشل. فعشان كده في حاجات كتير جدا بتثبت ان اشتراكات الالعاب هتفضل مجرد اختيار ولكن مش هتكون حاجة سائدة. لكن برضو هي بتفتح مجال للتفكير في حتة ملكية الفيديو جيمز والمجالات المتوفرة للمطورين للابداع في ظل التعامل الرقمي مع كل حاجة في الصناعة دي. قل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر